مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد أبناءنا الأحبة مع الحصة الثانية من درس النحو التعجب أبناءنا طلاب الصف التاسع عرفنا في الحصة الماضية معنى أسلوب التعجب وأن له صيغتان وأن له صيغتان أساسيتان وهما الصيغة الأولى هي ما أفعل والصيغة الثانية هي أفعل بي درسنا أبناءنا الطلاب في صفحة 74 في الكتاب المدرسي قيمتنا هي الانضباط وأكدنا على أن المسلم يجب أن يكون منضبطا في كل أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته وفي كل حتى نظراته ومن ظاهر الانضباط هو الحرص على حضور الدوام وحضور الحصص في الوقت المحدد تهيئة أبناءنا الطلاب هذه صورة معذرة عن التعجب والدهشة وهذه هي علامة التعجب أو علامة التأثر في اللغة العربية كل هذه مناظر تثير الدهشة وتثير التعجب تجعل الإنسان يتعجب منها بصغة التعجب أهدافنا أبناءنا الطلاب الهدف الأول عندنا وهو أن يتعرف الطالب شروط فعل التعجب شروط صياغة فعل التعجب الهدف الثاني أن يعرف الطالب أسلوب التعجب بشكل صحيح الهدف الأول أبناءنا الطلاب هو أن يتعرف الطالب شروط صياغة فعل التعجب تعالوا بنا أبناءنا الطلاب إلى صفحة 74 في كتاب المدرسة لنقرأ هذه الفقرة ونتعرف على بعض أساليب التعجب من خلالها ما أجمل التعاون بين المجتمعات البشرية وما أكثر خيرات العالم التي لم يتم استغلالها إلى وقتنا هذا وما أشد حاجة العالم للغذاء وما أسعد أياما كانت تجمع أمتنا العربية مدينتها واحدة مدينتها واحدة ولغتها واحدة ومستقبلها واحد مكتفية بذاتها مستقلة في قراراتها فما أروع تلك الأيام أمثلة متفرقة أكرم بأمة تأكل مما تزرع أنعم بقوم يشكرون نعم الله عليهم أكرم برجل يحب وطنه أحسن بدولة تكتفي ذاتيا الفئجيم ما أعظم تسارع خطوات قطر الحضارية ما أنصع بياض سجلها الإنساني ما أجمل أن لا ننسى حق قطر علينا تذكر ابني الحبيب أن أسلوب التعجب هو أسلوب يفيد التعبير عن التهشة في أمر ما أو استعظام صفة في شيء ما وللتعجب صغتان قياسيتان هما ما أفعله وتتكون هذه الصغة من أركان ثلاثة هي ما التعجبية وفعل التعجب والمتعجب منه الصغة الثانية هي أفعل به وتتكون هذه الصغة أيضا من أركان ثلاثة هي فعل التعجب والباء والمتعجب منه شروط صياغة التعجب يصاغ فعل التعجب مباشرة من الفعل الماضي أول شرط للفعل الذي نسوغ منه التعجب بطريقة مباشرة أن يكون الفعل ماضي وأن يكون ثلاثيا أي ليس ربعيا ولا خماسيا ولا سداسيا وأن يكون مثبتا غير منفيا وأن يكون متصرفا غير جامد وأن يكون تاما غير ناقص وأن يكون مبنيا للمعلوم غير مبنيا للمجهول وأن يكون قابلا للتفاوت والتفاضل غير لازم لحالة واحدة وأن لا تكون الصفة منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا وهذه الشروط في القاعدة شروط صياغة التعجب لا بد من توفر ثمانية شروط لفعل التعجب أحبتنا يصاغ فعل التعجب مباشرة من الفعل الماضي الثلاثي المثبت المتصرف التام المبني للمعلوم القابل للتفاوت والتفاضل وأن لا تكون الصفة منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلا التعجب من فعل لم يستوفي الشروط إذا كان لدينا فعل ليس مكتملا الشروط كيف نسوغ منه؟ نسوغ منه التعجب بخطوات إذا كان الفعل المتعجب منه أكثر من الثلاثي أتينا بفعل آخر مستوفي للشروط مثل أشد وأعظم ثم نأتي بمصدر هذا الفعل نأتي بمصدر الفعل الغير ثلاثي منصوبا بعد فعل التعجب مثل ما أعظم تسارع خطوات التنمية أنا هنا كنت أطلب منك أن تأتي بأن تتعجب من تسارع خطوات التنمية من الفعل التسارع تجد أن الفعل التسارع فعل خماسي فو فقد شرط الثلاثي هنا نأتي بفعل مساعد أعظم اكتملت فيه الشروط ثم نأتي بالمصدر من الفعل التسارع وهو تسارع ويكون منصوبا اتنين إذا كان الفعل على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء نأتي بفعل مستوفي للشروط السابقة أيضا ثم بمصدر هذا الفعل الذي هو على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء مثل أنصع بياض سجلها الإنساني فنحن هنا نريد أن نتعجب من الفعل أبيضا وهو فعل على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء بيضاء أبيض بيضاء هنا لا نستطيع أن نتعجب منه بطريقة مباشرة نأتي بفعل تكتمل فيه الشروط والفعل نصع أنصع نكون منه على وزن أنصع أفعل ثم نأتي بالمصدر من أبيض هو بياض ونصوغ منه بطريقة غير مباشرة إذا أردنا التعجب من الفعل المنفي نأتي بفعل مستوفر للشروط وبعده آن المصدرية ثم بالفعل المنفي مثل ما أجمل أن لا ننسى حق الوالدين علينا هناك صياغ غير قياسي للتعجب سبحان الله ولله دره وقد تكلمنا عن ذلك في الحصة الماضية إذن أبناءنا الطلاب نحن في هذا الهدف تعرفنا على شروط صياغة شروط صياغة فعل التعجب بالطريقة المباشرة وكيف نصوغه إذا كان الفعل قد فقد شرطا من هذه الشروط الثمانية نعيد الشروط مرة ثانية أن يكون الفعل ماضي شلاثي مثبت متصرف تام مبني للمعلوم قابل للتفاوت وأن لا تكون الصفة منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعل إذا اكتملت الشروط الثمانية صغنا أسلوب التعجب بالطريقة المباشرة على وزن ما أفعل أو أفعل به مباشرة أما إذا فقد شرطا من هذه الشروط الثمانية فلابد أن نأتي بفعل مساعد تكتمل فيه الشروط ثم نأتي بالمصدر من الفعل الذي فقد ذلك الشرط أو فقد شرطا من هذه الشروط الثمانية ويكون منصوبا بعد صيغتي التعجب سؤال التميز أبناء للطلاب سؤال الذاكرة القوية من يحفظ شروط فعل التعجب بأسرع وقت هيا من يذكرني بشروط فعل التعجب إنها يصاو فعل التعجب مباشرة من فعل ماضي ثلاثي مثبت متصرف تام مبني للمعلوم قابل للتفاوت وأن لا تكون الصفة منه على أفعل الذي مؤنثه فعلا صفحة 76 أبناء للطلاب سؤال من الأفعال الآتية أسلوبة تعجب بصيغتي الفعل علمة هل اكتملت فيه شروط أم لم تكتمل علمة ماضي وثلاثي وتام ومثبت ومتصرف وقابل للتفاوت وليس الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلا إذن نصوغ منه مباشرة على وزن ما أفعل نقول ما أعلم الشيخ والصيغة الثانية أعلم بالشيخ وكذلك الفعل عظم وصدق كلاهما اكتملت فيه الشروط فنصوغ منه بالطريقة المباشرة أبناءنا الطلاب مع هذه اللعبة الإلكترونية هيا بنا نلعب ونتعلم افتح الصندوق ثم انقل فوق كل مربع بدوره لتفتح وتكتشف العنصر الذي بداخله هيا بنا الصندوق الأول أحبتنا الجو بارد تعجب برودة الجونقل ما أبرد الجو نعم ما أبرد الجو أحسنتم نأخذ الصندوق الثاني النخلة طويلة نقول ما أطول النخلة سنتم الصندوق الثالث الاختبار سهل نقول ما أسهل الاختبار وإذا أردت أن أستخدم الصغة الأخرى أقول أسهل بالاختبار أبناءنا الطلاب أطلب منكم أن تدخلوا على رابط اللعبة وتكونوا لعبها وتتفوقوا وتشتهدوا وتثبتوا معلوماتكم بارك الله فيكم الهدف الثاني أبناءنا الطلاب هو أن يعرب الطالب أسلوب التعجب بشكل صحيح هيا بنا أبناءنا الطلاب نأخذ نموذجا للإعراب لنعرف كيف نعرف صغتي التعجب نموذج في الإعراب ما أعظم الإحسان ما أعظم ما اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وأعظم فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية التي هي أعظم في محل رفع خبر المبتدأ ما والإحسان مفعول بمنصوب علامة نصبه الفتحة هذا يا أحبتي الطلاب هو نموذج لإعراب الصيغة الأولى التي على وزن ما أفعل ما نكر تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ وأعظم فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ ما والإحسان يكون مفعول بمنصوب علامة نصبه الفتحة نأتي للصيغة الثانية أفعل بي مثال أعذب بالقرآن الكريم أعذب فعل ماض جاء على صورة الأمر التعجب والباء حرف جر زائد والقرآن فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا والكريم نعت مجرور علامة جره الكسرة هذا هو إعراب الصيغة الثانية صيغة أفعل بي أرجو منكم أن تحفظوها وتفهموها أحبتنا الكرام حتى تعرفوا الإعراب جيدا اختر الصواب مما بين القوسين فيما يأتي بما أنك تعلمت الإعراب أبناءنا الطلاب ما أروع الصابرات 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 نحن نحتاج مفعول به وهذا جمع مؤنث سالم إذن الجواب هو الصابرات لأنها مفعول به منصوب على متنصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم أكرم بي نريد فاعلا مغرور لفظا مرفوعا محلا أكرم بالمجتهدي ما أفضل نريد مفعولا به منصوب هنا الطالبين مثن منصوب بالياء وكليهما توكيد معنوي منصوب على متصبه الياء بارك الله فيكم أبناءنا الطلاب تعجب مما يأتي زرقة مياه الخليج زرقة مياه الخليج هذا لون أفعل الذي مؤنثه وفعله أزرق زرقا لكي نتعجب من هنا لابد أن نأتي بفعل مساعد تكتمل فيه الشروط مثل أشد نقول ما أشد زرقة مياه الخليج ينفق ماله في أعمال الخير ينفق فعل مضارع نحن نريد إذن فقد شرطا أنه ليس ماضيا فهنا نأتي بفعل ماضي تكتمل فيه الشروط نقول ما أعظم إنفاق ماء المال في أعمال الخير لا يافي بالعهود الفعل هنا منفي إذن فقد شرطا من الشروط الثمانية لابد أن نأتي بفعل مساعد تكتمل فيه الشروط نقول ما أقبح ألا تفي بالعهود أحسنتم أبناءنا الطلاب بارك الله فيكم هيا أبناءنا الطلاب نعرب ما أجمل الصدق هذه الصيغة الأولى ما أفعل من يعرب لي ما اسم مبني على السكن في محل الرفع مبتدأ أحسنت أجمل فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الصدقاء مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة ولا ننسى أن نقول الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ ما أكرم برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة الثانية أفعل به هيا أحبتنا من يعرب لي أكرم ممتاز إنه فعل ماضي جاء على صورة الأمر للتعجب والباء حرف جر زائد ورسول فاعل مجر لفظا مرفوع محلا وهو مضاف والله لفظ الجلال مضاف إليه مجر وعلمة جره الكسرة الظاهرة أبناءنا الطلاب مع غلق درسنا والسراتيجية الكرسي الساخن هيا بنا نتبارى ونتنافس ونختار منكم أميز الطلاب للجلوس على كرسي الاعتراف كرسي الإجابات النموذجية التي يسأل عنها زملائه الطلاب إلى هنا أبناءنا الطلاب نصل إلى نهاية درسنا متمنين لكم دوام التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية